في الولايات المتحدة، سيقوم المتقاعدون بتعليم العمال الشباب كيفية صنع الصواريخ من أجل كييف، استدعت شركة رايثيون موظفين سابقين في السبعينيات من العمر لإنتاج صاروخ سترينجر عمره عشرون عاماً، وفقاً لتقارير ديفينس 1. قال ويس كريمر، رئيس أحد الأقسام، لم يتم إنتاج ذيستينجر منذ عشرون عاماً، وفجأة أصبحوا نجوم العرض والجميع يريد المزيد، وبحسب قوله، فقد أخرجوا معدات الاختبار من المستودعات، وأزالوا خيوط العنكبوت منها.